أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل وما فيش شك ان منتمار نجاح صورة 30 يونيو هي مشروعات الطرق والكباري اللي بتأكيد لمسها المواطن بعد ما قدرنا ان احنا نستخدمها بنفسنا وشفناها من خلال وسائل النقل والمواصلات والتحركات جوة القاهرة الكبرى خصوصا الترق السريعة اللي ربطت المحافظات بعضها البعض يمكن بسانت الحديث النهاردة هو حديث عن النجاح والطفرة الحقيقية التي تحققت على أرض المصرية وفي كل الشوارع المصرية في الحقيقة لأن أهمية إنشاء الطرق الكباري الجديدة جت نتيجة التوجه العام في سياسة الدولة والقيادة السياسية للنهوض بمستوى شبكات الطرق وده لرفع مستوى معيشة المواطن لأن التكدسات المرورية بتنعكس سلبا على مستوى المعيشة ما فيه الشك في ذلك خلونا ناخد قراءة وفية للإجابة عن التساؤل الأبرز في هذا الملف كيف كانت الطرق والكباري في مصر قبل ثورة 30 يونيو وكيف أصبحت الآن خلونا نرحب معنا بالدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس اللي نورنا في الاستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضراتكم والمشاهد الكريم أهلا بيك يا دكتور أهلا بيستاتك أهلا بيك إحنا بنتكلم في حوالي عشر سنين تقدم لنا تسعين نقطة في جودة تحسين الطرق شوفنا كلنا فرق كبير جدا ما بين زمان وقبل كده ويمكن زي ما عبدالصمت كان بيقول التكدس اللي كان موجود ده كان بيأثر علينا سلبا من كل نواحي إحنا لو بنتكلم واحد كان رايح شغله كان بيتأخر فبيتخصم له واحد كان عايز مش عارفة يروح مستشفى سريعا فالموضوع كان بيبقى صعب بالحوادث كنا بنشوفها على الطرق أنا بقول لك الأمثلة البسيطة جدا اللي ممكن كلنا نواجهها في يومنا أنا دايما إحنا دايما بنحب نبتدي الفقرة دي بكنا فين وبقينا فين حضرتك بقى هتقول لنا كنا فين وبقينا فين بسم الله الرحمن الرحيم خلينا ناخد الموضوع بأكثر شمولية يعني قطاع النقل من القطاعات الخدمية اللي بتدعم مشروعات التنمية المستدامة اللي الدولة بتشتغل عليها لما نقول إيه هو سقف طموحنا في قطاع النقل مرتبط بسقف طموح الدولة في التطوير والمشروعات التنموية اللي بتعملها ما أقدرش عشان نبسطها للمشاهد الكريم ما أقدرش أعمل مشروعات تنمية عمرانية أو تنمية زراعية أو تنمية سياحية أو أستغل الموارد الطبعية من مناجم ومحاجر أو أعمل مناطق صناعية من غير ما يكون في عندي شبكة مواصلات وشبكة المواصلات هي الإسم الأعم لأن الطرق هو جزء من النقل ما هياش كلها يمكن إحنا لمسنا في الفترة الماضية أن في طفرة حصلت في قطاع الطرق وتم إنشاء المشروع القومي للطرق الساهم في ربط مفاصل الدولة بعضها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وشفنا محاور بقت موجودة في صعيد مصر في أعلى النيل بقى في كل متواصل 25 كيلو كبري الكلام ده أدى إلى أن فيه ظهير تنموي في كل محافظة أصبحت هذه المحافظات مستقلة بذاتها غير طاردة للسكان كما كان موجودا في الوقود الماضية كان أهلينا في الصعيب بينزحوا المدن القبرى بحثا عن التعليم والصحة وفرص عمل أفضل دلوقتي بقت حظها من التنمية زي المحافظات القبرى نتيجة محاور النقل اللي تم إنشأها فإذا ببساطة شديدة محاور النقل هي شرائيل للحياة بتؤدي إلى دعم مشروعات تنموية حقيقية فالدولة بدأت بأنها تهتم بقطاع النقل علشان تقدر تعمل مشروعات تنمية حقيقية وبدأنا بالمشروع القومي للطرق اللي ساهم في إنشاء محاور طولية وعرضية بلغ إجماليها ما يقرب من السبعة ألاف كيلو بما عليها من كباري وأنفاء هذه الشبكة ساهمت في دعم خطط الدولة في إنشاء المدن الجديدة وتقوية ربط المدن الجديدة بالمحافظات القائمة ليس فقط في القاهرة الكبرى ولكن في كل محافظات الجمهورية أيضا لما بنيجي نعمل تنمية زراعية وعندنا الدلتة الجديدة ومناطق العوينات وتوشكة والمليون ونصف فدان ما كانش ممكن أن أنا أستصلح أراضي صحراوية وزراعها من غير ما يكون فيه عندي شبكة مواصلات لما نتكلم عن دعم السياحة ما كانش هينفع أن أنا أدعم الوصول للمناطق السياحية بشكل أسرع سواء للسياحة الداخلية أو الوافدة من غير ما يكون عندي شبكة مواصلات جيدة وأنا بتعمد أقول مواصلات لأن الموضوع ليس قاصرا على الطرق وإن كان الطرق هي للمواطنين يعني بيستخدموها سواء الملك السيارة أو غير ملك السيارة بيمشي كل يوم داخل المنطقة اللي هو فيها